وقال هذا حديث صحيح على شرق مسلم ووافقه الذهبي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما ترك السنة فهو الخروج عن الجماعة شيخ الإسلام رحمه الله يرى في التسمية بالجماعة معنى الاجتماع وعدم التفرق وأن الاجتماع أصل من أصول أهل السنة وأنهم إذا اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله فهم أهل السنة والجماعة هو ما أجمع عليه السلف الصالح فبهذه الأصول يزينون ما عليه الناس حتى قال شارح الطحاوية طبعا الطحاوية للإمام الطحاوي وشرحها علي بن علي بن أبي العز هناك شروح كثيرة ولكنها مخالفة لمذهب أهل السنة وأحسنها وأفضلها شرح علي بن علي بن أبي العز رحمه الله لأنه من أهل السنة قال السنة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة هي جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان فعلى هذا نأخذ معنى السنة بمعنى الاعتقاد الحق كما هو مصطلح المتأخرين كما هو مفهوم السنة عند السلف ونأخذ الجماعة بمعنى أصحاب ذلك الاعتقاد الصحيح فلفظ أهل السنة والجماعة يعطي المعنى والتعريف لأصحاب ذلك المعتقد الصحيح كما أنه يكتفى بأحد اللفظين عن الآخر فتاره نقول أهل السنة وتاره يقال لهم الجماعة لأن الخروج عن الجماعة وعن السنة خروج عن مذهب السلف الصحيح ولذلك جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما ترك السنة فالخروج عن الجماعة كما رواه الإمام أحمد وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر ورواه الحافظ الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما ترك السنة فهو الخروج عن الجماعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر